اعترض اصحاب المدارس الاهلية في محافظة البصرة في العراق والمستثمرون في قطاع التعليم الاهلي على قرار محافظ المدينة تخفيض الرسوم السنوية التي تتقاضاها تلك المدارس من الطلبة الاعتراض جاء بسبب التكاليف الباهظة التي تدفعها المدارس للدولة لتضمن استمرارها ما سبب لها خسائر كبيرة كان عاما دراسيا استثنائيا لحيدرة اذ لم تصعف ظروف الاغلاق في استكمال دروسه في مدرسته الاهلية فتلقى تعليمه في المنزل عن بعد وبقيت الرسوم الدراسية الزامية على الاهل الناس اكثر دخل متوسط حتى يتمكن من تزديد الاقصاد او الاستحقاقات اللي عليه اللي الطالب بالمدارس الاهلية مطالب اولياء الامور بتخفيض الرسوم دفعت محافظة المدينة الى اصدار قرار بتخفيضها بنسبة 50% اما وزارة التربية فقد دعت الى تخفيض 10% فقط من مبلغ القسط السنوي معادلة صعبة وشائكة طرفها اهالي ابناؤهم طلبة في المدارس الاهلية وقد اضرت جائحة كورونا بعملهم ويطالبون بتخفيض رسوم ابنائهم الدراسية اما اصحاب المدارس فيقولون ان المحافظة على استمرار العمل في مدارسهم تكلفهم اموالا طائلة دعوات تخفيض الرسوم رآها اصحاب المدارس الاهلية مجحفة بحقهم ولا تراعي اعباءهم ومسؤولياتهم فواتير الكهرباء رسوم تجديد ترخيص العمل وضريبة العقار وضريبة الدخل الطالب داوم واستمر في الدوام لان المدارس الاهلية لم تنقطع على الدوام نهائيا واستمرت في دفع مستحقات المدرسين بعد كل هذا نحن ملزمين بدفع ما يترتب علينا من اجور تجديد الاجازة علاوة على اضافة الى ذلك الضرائب يرى اصحاب المدارس انهم قد استمروا بعملهم باعطاء الدروس من خلال منصات التعليم الالكتروني والتزموا بدفع رواتب واجور العاملين قمنا ننطي دروسنا اونلاين تتضمن كامل الدرس شرح واضافة الى الوسائل التعليمية اضافة الى الروابط اللي تسندها اضافة الى الكوزات الامتحانات الشهرية بعض الاهالي لا يواجهون مشاكل في تزديد كامل الاجور ولكن بعضهم الاخر يرى ان تخفيض الاجور بنسبة منصفة سوف يقلل من العبء المادي عليها مازن الطيار العربي البصرة وللاضاءة على هذا الموضوع ينضم الينا وائل مسلم الشاوي رئيس رابطة البصرة للمدارس الخاصة اهلا بك استاذ وائل معنا اذا اعترضتم على قرار المحافظ الا ان هذه المرحلة الكل لديه ازمته الخاصة ان كان الحكومات في كل انحاء العالم ان كان المؤسسات التعليمية او غيرها ان كان الاهالي ايضا فلماذا هذا الاعتراض نعم بداية انتحية لك سيدتي الكريمة ولجميع متابعكم الكرام الحكومات المتعاقبة في بلدنا بصراحة ما ظهرت اي تعاون او دعم لقطاع التعليم الاهلي القطاع التعليم العام بصورة عامة يعاني المشاكل الحكومات المتعاقبة ما تعاونت مع المؤسسات التربوية خصوصا المؤسسات الاهلية لذلك جاءتنا كورونا وارتبك الوضع لدينا بصورة عامة المدارس الاهلية لديها مشاكل القرار اللي اتخذت الوزارة تخفيض 10% من الاجور الدراسية كان قرار بالتوافق مع المسؤولين في المدارس الاهلية تجمع المؤسسات التربوية الاهلية في بغداد نعم كانت النسبة 10% بالتراضي ووافقت عليها جميع المدارس برحابة صدر نعم ولو النسبة غير قانونية لكن أصبح هناك توافق عليها الحقيقة قرار السيد المحافظ محافظة البصرة جاء قرار بدون دراسة بدون دراية بما تتكلف المدارس الاهلية بدون ما يعرف مشاكل مدارسنا الاهلية لكن اجتمعنا معا التقينا بالسيد المحافظ اشرحنا لأوضاع المدارس الاهلية وطلب من عندنا تقديم ورقة عمل مفصلة بجميع مشاكلنا وان شاء الله سيد المحافظ راح يتوافق معنا فيما ينظر نعم طب أستاذ وائل ربما الموضوعان مختلفان بعض الشيء أن تقول أن الحكومات المتعاقبة لم تلتفت إلى التعليم الاهلي هذا أمر بالتأكيد في غاية الأهمية لكنه مختلف عن الوضع اليوم وسط جائحة كورونا يعني المدارس في كل أنحاء العالم وخاصة الدول المتضررة من الجائحة توقفت عن العمل واستبدلت ربما الذهاب إلى المدرسة بالتعليم البديل وبالتالي لماذا على الأهالي أن يدفعون الأقصاط كاملة في حين أن أولادهم يتلقون التعليم في البيت وبالتأكيد التعليم في البيت لن يكون بنفس السوية ولا بنفس الغنى بالمعلومات نعم بالنسبة للمدارس الأهلية أعتقد أغلب المحافظات أكملت الدوام لغاية نهاية شهر شباط خصوصا مدارسنا بالبصرة عدا بعض المدارس أو محافظات التي شهدت أحداث في زمن المظاهرات مدارس البصرة أكملت الدوام من منتصف شهر أيلول إلى نهاية شهر شباط يعني أكثر من خمسة أشهر ما تبقى من الشهرين الأخيرين في الفصل الدراسي الثاني بعض المدارس طبقت المنصة الألكترونية لإيصال المواد العلمية والبعض الآخر لم تحصل على هذه الفرصة كلف الكلف التشغيلية للمدارس الأهلية سنوية أي يعني ما تأثر علينا الشهرين الأخيرين مثلا لدينا كلف تشغيلية لرواتب الكوادر التربوية لدينا كلف تشغيلية للإجارات وكلف الاستثمار والاندهار اندهارات الأمنية والصيانة لدينا أجور الماء والكهرباء والوقود والصيانة مستلزمات دراسية أخرى لدينا رسوم كثيرة نتفحل لمزارة التربية مجموعة هناك أيضا انتقادات تطال المدارس الأهلية من أن النجاح متوقف على دفع الأقصاط العائلات اليوم كثيرون خسروا وظائفهم نعم اسمحي لي كلف المدارس الأهلية المصاريف التي تصرف خلال العام الدراسي تصل إلى 90% مصاريف مهدورة محروقة يعني المدرسة الأهلية جميع الأموال هذه صرفت أما العشرة المتبقية هي أرباح المدارس عندما اتفقنا مع السيد الوزير بتخفيض الأجور إلى 10% كان هو تخفيض لأرباح المدارس الأهلية فقط أما المتبقي منها فهي مصروفة أصلا لكن لدينا مناشدة لجميع مؤسسين أن يراعوا الأهالي التي تأثروا بمشكلة كورونا نعم نتمنى أن تنفذ هذه المراعاة يفصل الطلاب إن لم يتم دفع الأطفال أستاذ وائل مسلم الشاوي رئيس رابطة البصرة للمدارس الخاصة شكرا جزيلا لك مشاهدين للمزيد من المواضيع تابعونا في شبابيك عند الرابعة بتوقيت السابع بتوقيت القدس والآن عودة إلى صبا وأخبار الطهيرة شكرا لك ديمة